تشاهدون الآن لسه معاكم مكاملين في كرة محافظة الغربية اللي فيها أشهر مربين للجموس في مصر واسمعنا شاهدتهم عن النتائج اللي اتحققت من حيث المناعة وتحقيق أفضل معامل تحوي الغذائي بعد استخدامهم لمركب البايوفاكتور الحيوي دلوقتي معدنا مع خبراء كلية الزراعة في جمعة بنها والسادات عشان نتعرف منهم على أسرار البايوفاكتور والبداية مع الدكتور محمد فتحي سالم رئيس مركز الزراعة الحيوية في جمعة السادات النهاردة بتشوف منتج جديد لصحة الحيوان البايوفاكتور عمره سنة على المستوى التجاري المربين بدوا يستفيدوا منه من حوالي سنة هو النتاج بحث علمي أنا أحبه احكينا بقى دكتور السنة دي اتحقق فيها ايه؟ احنا أحد روادي الجموش في العالم كله طبعا ومستمع باكستان نصين والهند مش كنا برضه؟ احنا باكستان أول في الانتجاه يعني وبعدين هند وبعدين مصر وعن الصين وطالي على استحقق شوية تحسين سلالات عندهم تحسين قوي إنه ما عنديش عندهمش أرقام احنا عندنا مقرب من 3.5 مليون جموشة في مصر وحيوان مهمل وأنا أشوف ده أحد الكنوز المهملة في مصر ده يعني ايه الفكرة بتاع البايوفاكتور؟ معدية التحويل في الجموسة المصر عندنا مشكلتين كبار في الجموس المشكلة ضعف ومعامل التحويل يعني مايجيتش بوديويت كل يوم وزن اللحم كويس اكتصادي اكتصادي اه كيلو ومية كيلو ومية كيلو ومية كيلو ومية كيلو ومية جرام فهلا عندنا حيوة منوصل الاثنين كيلو ده اللي عملنا بالبايوفاكتور وأعطاها عنا في القصة ده محمد بيع عشان عارف برضه بحوث مايقرب من 6 سنوات عشان نوصل ايه الفرميولة اللي تناسب الفلورة في كرش الجموس غير الابكار غير الدواجد ليه بحوث كتير قوي طيب الجموس وحنا بتعامل معاك ده عندناها تحديات معامل التحويل بمتدني وعندي امراض هو بتصب بها وقد تقضي على الصروة الحيوانية في اي مربي حمى كلاعية زي مرة احكالنا من شوية جاءت لحمك لها الفين وطولداشر هو نفسه حكالك قالك نعندي 29 راس ماتوا من 3 سنين او 4 سنين طيب البديل واحنا بنعمل الاريا دي مراعيين الفلورة المصرية بمعنى لو جلت منتج مستور للشحائق النتائج دي حاجة حكالك سألت السؤال زي وصلنا 2 كيلو احنا روح مزرعة حالا دلوقتي بعد نص ساعة الحاجة هتشوف واحد مربي وصل 3 كيلو ربعمية ودرقهم غير متوع عالميا انا ما بكلم حتى أساس تاكيلو روح ماني يوميا يوميا انت هتشوف ده بنفسك النهاردة تعدى السؤالات الاوروبية دكتور معدى السؤالات الجاموس في العالم كله ده لا ده عدى البقر كمان ده عدى البقر اوروبي ده مطبق ايه مستو مين ده فيه او ايه مش كل المربيين بيسمعوا كلامك محمد بيت ساعة المربي المصري يحب يحططش خفيفة اوة بالنوع لانا ما بتطبق الريجريشن بتاعيت نحنا نضيف دولس معينة يوميا يوميا وعجول الاستبال الحركة زيه في الشيفة زيه بتاخد 750 ميلي على ثلاثة ايام تجريع 52 في 52 في 52 فاصل 24 ساعة لو دينا جرعة واحدة انا ما تضبطش في الفولورة اللي فكرش حيوان حديث الولادة اللي هو يعتبر حديث الفطوام وده كمان ممكن يحميها دكتور لو فيه حيوان مصاب بنعمل ده بنعمل ده بدي بسمعها كوروشك وحاجة سمعها كوروشك بروتكشن اللي احنا عنده مناعة غير مسبوقة بس الاركام دي يا دكتور فيه ناس بتصدقهاش وبتوقعه تهاجم انا رايز بص انا خين اقولك يعني دايما العلم البيونير سمحنا دايما يتهاجم احنا في ارضه وعلى ارض الواقع فيش مربع يتحكي على نفسه فيش مربع يقولك انه كنت بكلف قد كده وبيت اكلف قد كده دي مهمة اوي التانية جزء منه حراكو انت بتتكلم على التجربة دي دي نوال نجاح مشروع بيتوله في مصر طبعا ادي حراكو مثالنا موزة قصيرة اوي انا بحيي لنا مش محتاجين تحسين سؤالات يا دكتور مش محتاجين تحسين سؤالات مع ايطالي لان انا اديك مثال محدش في مصر كلها على مدى خمسين سنة اهتم بعلم البروبيوتك للجموس لأسف يعني اتأمين بيه في الابكار جزء تاني منه انا بكلم حراكو دي مهم اوي الجموس المصري عندنا تلت تلت اعتبره من تلت اصاب السلين او تلت تلت سؤالات مختفين جموس المجموس المنوفي دي عندنا في المنوفية جموس المجموس البحيري دي اعلى اعلى معامل التحويل وجموس صعيدي متدني الاسف اهنا ما عملناش خرايط ورصية ده لابن انا بقول له حراكو اه بدعوك فهندسة ورصية عندنا في الجمعة انا بادعو نعمل جيناتك ما بنعمل خرايطة ورصية للجموس المصري ونوصف جينات المسؤولة عن المناعة جينات المسؤولة عن معامل التحويل الجينات المسؤولة عن اعلى اعلى ترسيل غزائي خصوبة اقولتك برضو من ضمن الالحاجات قبل الهواء نفس مصر كده وبناشر الوزير الزراعة فيها وبيتعاون مع الجمعات المصرية يبقى عندنا بوك هيرد بوك لاحسن مية طروقة جموس ومصر ده يحسي بيه السؤالات كلها طبعا ديه واحدة للتانية جزء منه اعتبرني انا قلت لك وانا ما انبسط ان احنا من روح عند الفلاحين ومن قصص نجاح ومن كمة ساعاتي ان انا انجح في حاجة زي كده بتعوض يا محمد تعب سنين كتير طبعا لا يفهود اقول لحركة احنا تشوفها منصور في اجواء مطر وعواصف بس المبسوط ان عندنا دخلنا تسروع على نازة دول حيانات زي دي احنا مسؤولون عنها خلينا اقول لحركة اكسبولونتال كده لو المشروع ده تطبق في مصر انا المشروع ده من رئيس السيسي اقسم بالله احنا قبل عشرين خمسة وعشرين عندنا خمسة وعشرين انا اتفاق ازايت من اللحوم وده اللي انا قلت عندنا خمسة وعشرين مليون رات جاموس احنا النهاردة عندنا ثلاثة واربعة من عشرة مليون رات جاموس خلي حركة عارف عندنا مشكلة كبيرة في الجاموس انا مبسوط بيها بتشديني خبالك انا مبسوط اه جزء كبير جدا عندنا مشكلة كبيرة في الجاموس حلناها هي كانت الزاكت تقريبا هي ده كل الزاكت عادي خلال السبع لان يعني هي دي لست متصمتش خبالك ما يدي نوع من الرضاعة يعني جزء كبير جدا منه اقول لحركة ايه مشكلتنا عندنا حاجة سماشية اصامت في الجاموس 86% من الجاموس تطلب عشار واحنا بنحسش بها للاسف ودي صفة حاجة بنسميه ايه بالجيناتكس صفة في التغذية وصفة وراثية مش حافين تغلب عليه تغلبنا عليه بالبي فاكتور الجاموس لو انت احتكد من المربيه هنروح لمزرعة دلوقتي يقول لك اقل من 28 يوم الجاموس كله عندي الشيع وطلب يقشر عشار فاكرين طبعا مركب النوفابلس الحيوي اللي بيضاف لمية الرأي وحاق نتائج مزهلة في مختلف المحاصيل الزراعية تخيلوا بقى اللي بيحصل لما بنضيف النوفابلس لأش الرز بمعدل 5 لتر لكل طن أش بيتحول بعد 35 ل40 يوم كمر لعلف مركز بنسبة بروتين 8% تقريبا بدل 1% بروتين وده اصل النسبة في الأش من هنا بيتحول من مادة ملقة لكرش الحيوان لعلف يستفيد منه ويوفر معاه في تكلفة العلف يعني بالارقام لو حسبنا بونط البروتين في العلف بحوالي 370 جنيه وده قل حاجة يبقى طن الأش أبو 700 جنيه اللي ضفنا عليه بـ 80 جنيه نوفابلس رفعنا سعره للـ 3000 جنيه هي قيمة البروتين وبالمناسبة ده علف حيوي ممتاز جدا أول مرة نسمع قبل مناشط حضرتك أن التصافي بيوصل 58% ده بعترف الجزرين ده فيه جزرين حالك هتروف الموقع الثاني يقولك أنا وصل إلى 2.60% الجزرين هما اللي بقى تكلبوا على المزارع دي يشيروا منهم الحوية إنت هتقعد مع السيد صاحب المطرعة الجزرين بقى هما اللي يجو هم من التصافي الجزر بيكسر بقى هو يحجز الجموس لعن سيد مقدم بفلوس قدى حراكة مثال بقى نموذك تاني وده حراكة خيال مع الحلم اللي أنا عايز أعمله في مصر إحنا بسا إذا أود حاجة إن إحنا يا جماعة بنصور الدنيا بتمطر ويعني اللي شايل عندنا شوية نت فوق كده سينايا الجموس مبهدلنا عمال يعد فينا ثالثا البرق فوق غير طبيعي فإني يستحملونا في الحركة الكثيرة بتعملوا قدام الكاميرا كيف حد دكتور أهد حراكة من نموذك ونفسي يتحق ودي من نجدة مني الرئيس السيسي إحنا عندنا رئيس ثلاثة وثمانية من عشرة مليون جموسة في مصر لو مطبقين البرنامج ده بالنجاح ده وعندنا الجموس بخش بوصف الجنس بتاعه بعد تلتاشر شهر اعتبر إن إحنا متواصل من تمنتاشر بشرين شهر عندنا جموسة عشر يطلب عشر يعني عجول حجول ما تتولد بعد إحسب طمانتاشر شهر ممكن نطلب ده عشر طيب لو إحنا عندنا تبايدنا بتلتا مليون رأس وتلتا مليون رأس دول بقى السنة اللي جاي ستة مليون رأس تخيل إن طمانتاشر شهر بقى عندي ما يقرب من حوالي اتنين وعشرين مليون رأس اللي أنا بقديت دون بستة في تلتا أربع سنين لأنه كل خمشة شهر بقى عشره في نتاج ولده الثانية طبقنا معايير حاجة اسمها الفيت سفتي فيها الفيت سفتي دي دي معناها أننا بطبق مع الحيوان ده معايير أكل سليم هلسي ينتخينا أكل أكل بدون هورونات أكل أكل بدون مدات حيوية أكل أكل بدون مدات سموم فأكل حيطة لحمة سفتي أنا بناشد تروح حسين منصور من هنا تعالى تروح حسين منصور إحنا بحطتك لك فيدي لسلامة الغزاء إحنا بننتج مواصفات لحمة أورجانيك بمواصفات عالية جدا وخالية من كل المتبقيات انا اسمعتك حراك بتقول لصاحب المزرعة سيد ان الجزارين بياخدوا العجول البقري او الجموسي اللي بتاخده الجمس تحديدا بزيادة جنيه او اتنين جنيه عن العادي عن السوق عن السوق ليه يعني اه عشان نسبة التصافي مثلا عشان التصافي اتنين في المية زيادة اه وحلوة لحم طعم الجزار بقى المرابين يرتبطوا بيه زي انا اعطى حالك مسالفة في نمازج كتير اغلب مزاربة يترتبط بينا ليه المستالك بقى له سنسي دلوقتي هو بيسموها كده المستالك عايز ايه لو ارتبط بطعم اللحمة دي بيعرف من الجزار جايب منين مزرعة كذا الجزارين بقى له احنا بروح لمزرعة كذا فالسيدة تعرفها مستوى الغربية ان بيطلع دوره كل متواصل مية وسبعين وسبعين وستين يوم لجزارين بقى سعر اغلى من العادي والجزارين بيتهفتوا عليه انا حتى بقى خلاص الكلام يا محمد بيه عشان انا بقى انا الكلام وصلت حتى سارتي للريس وصلت سارتي للبلد كلها احنا عندنا حيوان انا اشوفه كنز احد كنوز مصر الجموص المصري الجموص المصري مش موجود في ليبيا مش موجود في تونس مش موجود في الجزارين مش موجود في المغرب ولا في الاردن ولا في اسرائيل وانت رايح قد يكون تفوق علينا اسرائيليين في حاجة كويسة قوي يفوقي برضو ما اقولك دي في معدل انتاج الالبان في مصر انتاج الالبان مزانى متلاني في الجموص معيننا وصفات اللي لبن عندنا بروغرام حلوه برضو بنعمله بفرجن تانية هزهر قريب أشوف لزن سيكس هي سيكس وانتسز يعني قلم ست شهور ست شهور هنكون عندنا منتج تاني للحلاب بس شكرك يا دكتور أنا طموحي أن نعمل اكتفاءات كمان من اللبن الجموش في مصر دلوقتي تعالوا نقابل الدكتور أحمد قطب رئيس شركة فيترا لصحة الحيوان واللي شارك كممثل للقطاع الخاص في إنتاج مركب البايوفكتور للسروة الحيوانية واللي بيحتوي على كائنات حية نفعة بتقوم بمجموعة من الوظائف زي إطلاق إنزيمات هاضمة لكل مكونات العلف كربوهيدرات وألياف وبروتينات ودي أهم مميزات المركب بخلاف قدرته على تحفيز الجهاز المناعي للحيوان بالراحة كده حارك رجل دكتور ومتخصص وفي بحث علمي حصل أو تعاون علمي ما بين حضرتك وما بين جمعة السادات ده اللي احنا عايزينه قطاع خاص وقطاع بحثي وأنتج البايوفكتور عايزة أفهم بقى إيه حكاية البايوفكتور بيشتغل إزاي بيعمل إيه جوه الحيوان فاهمني إحنا هنا بنجرب منتج البايوفكتور وده تعاون علمي بحثي مع بين الشركة عندنا ومعهد بحوث معهد الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي في جمعة السادات البحث ده كان موجود بقاله من 2006 موجود في الدراج 14 سنة في الدراج بزبط كده وبحث مميز جداً وفعلاً عالم كله شغال فيه من 10 و15 سنة في استخدام بدايل للمضادات الحيوية في زيادة النمو بالنسبة للحيوان المنتج عبارة عن مجموعة كبيرة جداً من البكتيريا النفعة والكينات الدقيقة اللي بتفيد الحيوان في كذا محور من أهمهم طبعاً الهضم الأكل المنتج بيفرز إنزيمات هاضمة في كل مكونات العلف وده المشكلة الكبيرة اللي بتقابل مرب التسمين إنه بيكلف كتير جداً وبياخدش عائد لأنه الحيوان بيأكل أكل وميستفدش منه لجانب دور مهم جداً واللي احنا بنواجهه معظم المربيين رفع المناعة بتاعت الحيوان الحيوان بيواجه مشاكل كتير جداً زي الأمراض الفيروسية الحمى القلعية والجلد العقدي ودي كانت موجودة من شهر تقريباً حمى القلعية موجودة هنا في المزارعة زي ديت والحمد لله صاحب المزارعة واجه المشكلة بدون أي خسائر بدون أي تكاليف دكتور أحمد يعني البايوفاكتور بيستخدمه للوقاية من الحمى القلعية وغيرها من الأمراض الحيوانية ولا ممكن عالج بيه الإصابة يعني لو حيوان اصاب بالحمى القلعية نتفضل طبعاً استخدام المنتج كوقاية ونجهز الحيوان مناعياً أنه يقابل المرض يعني يبقى ضمن البرنامج الغذائي للجموث بالضبط كده بالضبط إن احنا طبعاً بيستخدم المنتج استخدام يومي مع الحيوان ودي أحسن استخدام له عشان ناخد النتائج بتاعته إيه المميزات تانية دكتور للبي فاكتور؟ من أهم المميزاته أنه بخلي صاحب الحيوان ما بيحتاجش كتير إضافات أعلاف تانية أو كيمويات أو مضادة حيوية هو كل ما هو شغال بالبرنامج يطوله الدورة ما فيش مشاكل للحيوان الحيوان في صحة كويسة البرفورمس بتاعه عالي وبالتالي ما بيحتاجش تدخلات زي موضوع الحمى القلعية الحمى القلعية جاءت هنا المزرعة ديت ما استخدمش مضادات الحيوية ودي كانت مكلفة جداً بالنسبة لمقاومة المرض طب أسألك سؤال تاني إن إحنا المركب بتاع الباية فاكتور معروف في العالم طب بطيلي إن العالم من عاش 15 سنة هو أشغال على مركبات ممثلة طب ليه النتائج دي ما تحققتش ما أكيد المركب ده موجود في مصر لأن البكتيريا دي أو سلالات دي أصلاً سلالات خارجية مش موجودة في مصر إحنا المنتج بتاعنا بيحتوي على سلالات محلية وديه سر نجاح المنتج مستخلصة من كرش الجموس المصري والبقر المصري سلالة محلية من البكتيريا والكيانات الحياة النفعة تمام تمام هو ده الميزة أبو إيه الفرق يعني في العالم كله موجودة كيانات الحياة نفس الكيانات الحياة دي لأ طبعاً جينوطايبزو الأنواع مختلفة ممكن يكون الإسم واحد بس نوحها بقى مختلف كل مكان له إعتريته له نوعه خاص به ونقطة مهمة جداً عدد البكتيريا النافعة معظم المنتجات المستوردة تحتوي على من 3 إلى 5 أنواع من البكتيريا بس إحنا هنا بيتعدى العشرين نوع خب في السعر التكاليف بزبط هي دي نقطة البقاء وميزة أكبر إن إحنا التكاليف بتاعتنا لا تتعدى 10-15% من المنتج المستوردة دلوقتي هنقابل الدكتور والعالم زكريا الحداد الأستاذ المتفرغ وكلية الزراعة في جامعة بنها واللي هيقيم جهود التعاون بابين القطاع الخاص والقطاع العلمي في جامعات بنها والسادات لخدمة المجتمع دكتور عايز منك تقييم لجهود البحث العلمي والشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج منتج يفيد الجاموس المصري والحقيقة أنا أعود إلى حضرتك أن صناعة البكتيريا في العالم هي أغلى صناعة بعد صناعة السلاح ومومة العالم الحصول هنا ده هو الحقيقة جهود بحثية متميزة جداً وغير متكرر للأسف في مصر يعني إحنا نتمنى أن في مصر يبقى فيه جهود بحثية بين الجامعات وبين الشركات وبين المستهلك وإذا النموذج اللي إحنا فيه ده بيوضح هذا بجلاء تام إحنا عندنا هنا مزارع وعندنا معهد الهندسة الوراسية في مدينة السادات وعندنا شركة اختار خاص الاتنين مشتركين مع بعض في إنتاج منتج هذا المنتج بيعوض المشاكل اللي موجودة في البيئة بتاعتنا إحنا في الحقيقة بننتج لإنتاج الزراعي بتاعنا بننتج مخلفات زراعية وحتى أكلنا إحنا ولوز بالأسمية الكيموية والمبادات ده معروف يعني وده ما يأثر على الفلورة بتاع كرش الحيوان فدلوقتي كرش الحيوان ده اللي ربنا خلق فيه فلورة طبيعية كائنات طبيعة طبيعية مفيدة بتساعد في عملية الهضم فالمشكلة دلوقتي إن الحيوان لما بيأكل بيلاقي الفلورة بتاعته تعبانة فما بيهضمش العكل اللي بيأكل وبالتالي معامل التحويل بيبقى ضعيف جدا اللي حاصل دلوقتي إن المنتج اللي هم شاركوا في إنتاجه البيوفاكتور ده بيعوض الفلورة بتاكرش الحيوان البكتيريا اللي هي ضاعت منه وبالتالي يرجع الحيوان اللي طبيعته الأصلية اللي ربنا خاله عليها فستطيعها يزود معامل التحويل بتاعه نفس القصة في معالجة الأش الأش الرزي لا اللي يجبط البروتين فيه العادي 1% لما بيتعالج بالنوفا بلس بشكل معين في مرحلة كمر بيتكمر ويتحطي على كل طن من الأش الرزي 5 ليلتر نوفا بلس بيرفع البروتين ل7% وفضلا عن ذلك بيزود كمان معامل الهضم يعني بيخلي الحيوان يستطيع أنه هيخضم اللي بيأكله بشكل أكتر يعني ما بيأش مجرد مادة مالية بالضبط كده وبالتالي الطاقة بسموها الطاقة الميتابوليزية الطاقة الميتابوليزية اللي بيستطيع النبات اللي الحيوان يستفيد منها ويطلع في الآخر الطاقة اللي هي بسموها نيت انرجي الطاقة الخالصة الطاقة اللي هي بتزود إنتاجه من اللحم أو من اللفن حسب نوع الحيوان أخيرا الموضوع بالورقة والألم ربحان علف مهضوم بنسبة 100% ومعامل تحويل غزائي بيوصل ل2 كيلو جرام يوميا وتحفيز للجهاز المناعي لصد الأمراض الوبائية وده بشهادة المربين والعلماء يبقى السر في المية الخضرة اشتركوا في القناة